اشتركوا في القناة اهلا بكم في الفيديو جديد وروتين جديد روتين يوم الجمعة روتين بسيط جدا وخفيف جدا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بسم الله كده واول حاجة ببدأ بها في القوضة بغير الملاية شلت الملاية القديمة وبحطها ملاية جديدة مش جديدة يعني نظيفة يعني نفطت السريك كويس جدا واحتجاب الله نظيفة وهفرش الملاية زي ما انتم شايفين كده بظبط طرف الملاية في الاول وبعد كده عايز اقول لكم كان لازم ان انا اطلع فوق السرير ليه عشان خاطر السرير لازق في الحيطة فما ينفعش ان انا اجرر السرير او اشد السرير سرير تقيل جدا فما ينفعش ان انا احرك وفاروحت ايه طالع من فوق السرير كده ودخلت الملاية بين السرير وبين الحيطة السرير طبعا المرة ان انا هفرش عليه دفاية رحت جايبة دفاية كده عادية خالص وهفرش الدفاية على السرير عيس الدفاع دفاة أطفال بس مش مشكلة المهم يا شكلها عاجيبني وكيدا ورحت جايب الدفاع كده زي ما انتم شايفين بدخل الدفاع بين السرير والمرتبه وبعد كده ايه برضو هطلع فوق السرير هطلع فوق السرير عشان أضبط الدفاع كويس جدا أنا بعمل الحركة دي ليه عشان خطر الملاية والدفاع متلموش معي بالسرعة عشان بدخل الملاية والدفاع بين السرير وبين الحطة وهكده بيبقوا مسكين أكتر فصعب إن أم أم يتلمو برضو مدخلها الملاية والدفاية بين المرتبة وبين السرير فاهمين ازاي؟ فيعني تقريبا كده مسكة من الاربع تلات جيات مش الاربع جيات تلات جيات فمسكة في السرير الجامعة فصعب انها تتحرك يعني بعد ما خلصت السرير الكبير وكده بقى روح جاي على السرير الفرداني وهفرشه برضو نفضت وغيرت الملاية جبت الملاية يعني نضيفه وهفرشه على السرير زي ما قلت لكم قبل كده ان امي مش بتحب خلص الدفاية فهنكتفي بان احنا نفرش ملاية بس نضيفه على السرير وبس خلاص هنا طبعا بعد ما فراشت السرير وكل حاجة فاضل بس ان انا اعمل ايه؟ ان انا نكنس السجادة طبعا عارفيني ان انا بحبش انضف السجادة او بتأكد من تنضيف السجادة غير لما شيري الفرشة بتاعت المقاشة كده واكنس وانا ايه على رقبي بس المرة دي مكنستش فانا على رقبي كنتم مطيم عنه ده غلط ويعني عايز اقول لكم انه هو مجهد بالنسبالي بس مش مشكلة وكمال رحت شايلة السرير الفرداني ده وتوينت السجادة اللي دحته وبعد كده بعمل ايه؟ رحت جايبه المقاشة وكنسة الأهضر طبعا بعد الكنسة اللي تقول هنمسح لازم بنمسح يعني طبعا ما كانش ينفع ان انا عارفة على السرير الكبير خلاص عشان تقيل جدا وزي ما قلت قبل كده ان انا ما بقدرش تشيل اي حاجة تقيلة فعشان كده ايه مش هشيل السجادة او الجزء السجادة اللي تحت السرير ده مش هشيله ان انا برضو كنسة لان الجزء كبير منها تحت السرير وكده بعد ما كانست وكل حاجة رحت جايبه الشرشوبه وههمسح على طول طبعا السرير وتحت السرير بتأكد منها اكتر من مرة انا مسحت تحت السرير كويس جدا بس عايز اقول لكم على حاجة انا ما صورتش يعني المسح ده ما صورتهش كله صورت جزء منه بس ليه؟ عشان انا طبعا وطيت وانا بعمل تحت السرير وكده وكده ما كانش ينفع خلاص ان انا ايه؟ اصور هنا زي ما انتو شايفين كده مسحت وكل حاجة فاضل بس ان انا افرد السجادة طبعا لاحظين ان انا ايه؟ واقفة حافية في عز البرد وتالج والارض تالج وكده فلازم كان اقفة حافية ما ينفعش طبعا وانا بافرش السرير وعشان خطر ان انا واقفت على السجادة فلازم كنت اكون حافية واستحملت طبعا البرد وعارفين الناس اللي هي بتشتغل وكده بتعمل شغل البيت مش بتحس البرد خالص ايا كانت تجو ساعة جو برد لكن وانت بتشتغلي وبتعملي نشاط وبتعملي ده وده ما بتلاقيش برد خالص خالص هو عارفين اللي بيبرد مين الانسان اللي قاعد هو اللي بيحس ببرد اكتر عكسه اللي بيعمل حركة بص انت عايز اقولك لو انت في عز البرد وبتخسري سجاد وبتبقى المية ساعة وكده مالك بتحسي ببرد بتحسي بنشاط وبعايزة تخلصي وعايزة تعملي لان مخك وتركيزك مش في البرد ومش في الساعة انت عايزة تنجيز يعني لكن اول ما بتخلصي وتقعودي بتحسي بالبرد تفهمت زي ايا كان مش بتحسي بالبرد خالص اي انسان بيشتغل كده وبيعمل حركة مش بيحس بالوضع عكس اللي قاعد طبعا بعد طبعا ما مسحته وفراشته وخلصت القوضة وخلصت القوضة جهزت وكل حاجة زي ما شفتوا معاه لكن فاضل كان الغسيل الغسيل طبعا من هو ده اللي مش بيخلص خالص هطبق الغسيل بصوا انا حب تطبق الغسيل اول باول عشان احس ان انا غسلت وكمان عشان ما بقتاش عارفين اللي بيجيب الهدوم وبيتكومها على بعض كده وتسيب الغسيل كده مجرمه الطبعي هتحتاجي حاجات تفضلي تقليبي وتعدلي تقليبي وتعدلي وفي نفس الوقت الحاجة بتتوسخ منك تاني بتبوز منك تاني بتلاقي بعد كده الهدوم بتلطش وكده خالص تطبق الهدوم وتحطها في الدولاب بتبقي مرتاحة نفسها وتبقي كل حاجة قدامك بتبقي عارفة دي حطها فين ودي شلتها فين وكده يعني بتبقي كل حاجة جاهزة طبعا انا حطيت حطتين في الغسلة يعني عايز اقول لكم العباية البيضة دي اللي من تحت اللي انتوا شايفينها دي انا غسلها مع هدوم بيضة بس ملوينة يعني او الهدوم البيضة اللي فيها الوان كده غسلها كلهم مع بعض لكن اللي غمئين دول برضو كلهم مع بعض عشان احسن تفتكروا ان انا حطة فاتح مع الغامل يعني انا عملت كل ده فاضل بس هو الغسيل والتي بقى القضة كمان تمام بقى انا كده طلعت من القضة وانا مخلصة كل حاجة غيرت الملايات ومسحت وفرجت وكلام ده كله وحتى الغسيل طبقته ويبقى القضة ما فيه نقصاش اي حاجة فاضل بس انتوا عارفين ان يوم الجمعة ده بيبقى اليوم دايق خالص ما بيبقاش فيه وقت الواحد عايز ينجز من اي حاجة فالصبح كده اول ما بنصح الصبح بما ننجز من كل حاجة عشان خطر ايه نلحق الصلاة من بعد الصلاة الواحد كده ما بيحب بيعمل اي حاجة او بيبقى الشغل بسيط جدا هو عمتا عايز اقول لكم ان الشغل يوم الجمعة بيبقى بسيط ليه لان احنا بيبقى يوم الخميس عاملين تنظفات عميقة جدا جدا فالتنظفات العميقة دي زي ما قلت قبل كده ان احنا بنقعد عليها لأسبوع كله مش بقى بنعملش شغل بنعمل شغل بس بيكون خفيف او بيكون يعني حاجة كده روتينية مش زي بالتنظفات العميقة يعني ان كنت بتعملي كل حاجة بتنظفي بعمق كده فهم ازاي يعني بتنظفي مش سبيش اثر وراكي فاي حاجة بتعملي كل حاجة يعني ان كنتي النهاردة هتمسحي وتخسري سجاد وتعملي ده وتعملي ده تجي تاني يوم مش بتعملي طبعا نفس الحاجات بتعملي ايه بتمسحي وبتنفضي وخلاص بتقوى وبتنفضي وتروقي وخلاص بيبقى خفيف عليك فهم ازاي انا قصد كده يعني التنظفات العميقة طبعا الفيديو ده انا مش مسترعي خالص طريقة التطبيق دي يا جماعة انا عن نفسي برتحلها جدا من زمان بطبق بالطريقة دي بمريحاني بالفعل بتبقى شعب في شكلها في الدولاب حلو جدا جدا لو عايزين تشوفوا طريقة رصة الهدوم في الدولاب هسبلكو لينكين للفيديوهات اللي انا مطبق فيها classical video وكمان تغيرات الشتاء والصيف والهدوم الشتوي دي مطبقه في الدولاب يعني من ازوع وكده هنزل:「ها سيجبلكو اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف لو حابين يعني تخرجوا عليه او تشوفوا الهدوم ما انا رصها في الدولاب وكمان تشوفوا تغيرات الشتاء والصيف انا عملت ايه في الهدوم اللي بغيرها بين الشتة والصيف وخزنتها ازاي هسيب لكم اللينك بتاع الفيديوين في صندوق الوصف زي ما قلت هنا زي ما انتم شايفين كده طريقة التطبيق سهلة جدا وكمان كمية الغسيل مش كتيرة فانا طبقتها كده يعني في ثواني اشتركوا في القناة طبعا كلنا متعودين يوم الجمعة ده بيبقى اليوم المفضل بتاعنا بنقعد نشغل الخطبة ونقعد نستمع للخطبة كاسة البيوت كلنا بنقعد نستمع للخطبة وكمان نصلي وخطبة شغالة وبعد كده بنعمل الاكل بتاعنا دخلت المطبخ النهار ده الغداء بتاعنا جماعة عايز اقول لكم انه هو ملوحة ورنجة بجد الهين احلى من بعض بس انا بفضل الرنجة اكتر في افضل الملوحة عايز اقول لكم هي جاهزة مش محتاجة اي حاجة هي بس لان السمكة زي ما هي بتتقطع كده وبقى السمكة وبعد كده بسويها الرنجة هنا جبت البتجاز او على البتجاز بعد مولحت وحطيت الشياطة الشياطة اخدت وقت عشان تدخل فانا عشان انجز في المفضوع يعني كده راح تشايل للشياطة وقلت ايه اعمله على البتجاز افضل واحسن الرنجة لها اكتر من طريقة تتعمل بيها اكتر من طريقة تعمليها بيها ممكن بتشيل الجلد وبعد الجلد بتطلع اللحمة بتاعتها وتحطيها في طاصة على النار في شوية زيته بتقليبيها وكده بتبقى تمام زي ما قلت لكم ان لها اكتر من الطريقة بس انا بفضل الطريقة دي بصوا انا مش هدف ان انا عشيل الجلد وبس لا اهدف ان اللحمة بتاعتها تبقى مدخنة شوية فاهمين ازاي او تبقى مستوية حاجة بسيطة هي بتستوي بس لكن لما بتسيبها ثواني على البتجاز كده او على النار بتبقى لها راحة حلوة وطعم حلو فاهمين بعد كده عملت واحدة وبعد كده بعمل التانية بعد ما عملت التانية بعمل ايه بشيل طبعا افضل اشيل اللحمة والكلام ده كله ففي نفس الشنطة اللي كانت فيها او الكيس اللي كان فيه بنضف الرنجة وكده وبعد كده بحط كل حاجة في الشنطة واتخلص من الشنطة على طول عشان خطر الزفارة هيوه هيبقى فيه زفارة بس زي ما بيقولوا كده او على رأيي المثل نص العمى ولا العمى كله يعني نص الزفارة ولا الزفارة كلها هنا زي ما انتوا شايفين كده بدأت اقطع في اللحمة كده واشايف اللحمة بتاعتها وحطها في الطبق بس اقول لكم على حاجة اتضحك يعني انا من الناس مش بتحب خالص البطارخ فاتخلصت البطارخ برضه مع الشوق والرأس وكده اتخلصت منه من البطارخ انا مش بحبها خالص فيه طبعا ناس كتيرة بتحب البطارخ وناس بتفضل البطارخ وناس كمان وليها وضعها وليها سعرها وكده لكن انا مش مع البطارخ خالص يا جماعة عايز اقول لكم يعني بمعنى صح انا بقرف منها يعني من النهاية زي ما قلت لكم كده انت هتتحكوا علي حطيت الكل حاجة في الكيس كده او في الشنطة وهحدفها وطبعا هنا كانت الرنجة جاهزت بالنسجالي بعصر عليها لمون وبحط عليه شوية زيت وشوية خل وكمان ممكن اوضيف عليهم كمان شوية شطاء لو انت بتحب الحاجات الاسبايسي كده او الحاجات الحامية ممكن بتحط عليها شطاء بس انا بصراحة عشنا الماديني كده محطتش شطاء نيكي هنا للملوحة الملوحة طبعا زي ما قلت لكم ان هي جاهزة وكل حاجة بس كان فاضل ان انا قطع الملوحة حطيت طبق استلس على النار وحطيت فيه شوية زيت ونزلت بالمراحة بنعملها بطريقة عادية كلنا بنعرف نعملها عملتها كده بطريقة عادية بحط عليها لمون وبحط عليها سنة من الشطاء طبعا الطحينة كانت جاهزة وكل حاجة هزين الطحينة معاها ممكن كمان بتحب بتحط الطحينة عليها وهي على البتاجاز بتحطي ممكن فيه ناس بتحبها نية بتحط عليها طحينة وخل ولمون وبتاكلها عادي يعني على حسب الاكل ده مزاج فالبصل طبعا فيه بصل اخدر وده احنا في الشتاء والبصل الاخدر ده الموسم بتاعه بس انا مش بحب البصل الاخدر يا جماعة رح تجيب بصل احمر كده وقطعته حطيت عليه معلقة ملح حطيت عليه شوية خلوش ونص لمونة وقلبتهم مع بعض عشان طبعا ما ينفعش طبعا الملوحة والرنجة والكلام ده كله من غير بصل ده بيبقى الشيء اساسي واهم حاجة هنا طبعا احنا مش الروتين بتاعنا ان احنا هنعمل لنصبنا الموعين وانا لجاي بتصبين الموعين وانزلت قبل كده تصبين الموعين هتنزلي ليه تصبين الموعين تاني لا احنا بعد الغادة كده بعد الغادة بتاع الملوحة لازم بنتخلص من كل اي حاجة فيها ملوحة طبعا الطبع اللي كان فيها الملوحة والرنجة والكلام ده كله فانا هفضيته كده وغسلته مع نفسه وبعد كده بصبينه مع الموعين تاني يعني صبنته بكده مرتين مرة الواحدة عشان ما نزفرش الموعين كلها ونزيدها زفارة فايه بنتخلص من البوائي الملوحة وكده والرنجة تشرف فيها جدا اللي شكتها في الأول بالكوباية العادية يعاني بحيب اشرف فيها جدا العكس الكوباية الأزاز الكوباية الأزاز بتلاقي هي بقه وخلاص بتخلص لكن كوباية دي بتشرب فيها بترتويه بمعنى أصح هفاهمين ازاي؟ خاصة في الشتة بتبقى طعم الميا غير الصيف خالص الميا بتطلع من في الشتة بيبقى طعمها حلوة جدا بتبقى ساقة وانتلجة بمعنى أصح بس في نفس الوقت بيبقى طعمها حلوة جدا فلازم احنا بنشره ماية كتير مش احنا بس انا بتجلم على البشرة عماتا صبنت الموعين وبعد ما بصبن الموعين بصبن اللحوض عايز اقولك على حاجة او سؤال احنا بنحط بريل على الكلور عشان طبعا حكاية الزفرة وكده نتخلص من اي حاجة بس يقال ان الكلور على البرل مش صحي او بتستخدمي اي حاجة تحط فيها كلور مش صحي وفي ناس بتقول لا الكلور صحي ازاي هو مش صحي وبيضفوه على المية فمش عارفة والله الاراء الكتيرة دي ملغبطانا بجد اللي احنا عارفين ده صح ولا عارفين ده غلط فمتلغبطين يعني بمعنى صح فاللي يعرف الصح يا جماعة معلش يقولونا في الكومنتات عشان واحد نعندوش معلومات كثيرة في الموضوع ده يعني بس زي ما قلتوك ان احنا ايه الاراء الكتيرة فمتلغبط معنى صح هنا كنا وصلنا طبعا للبتاجاز طبعا عايز اقولكم حاجة على الاستيكر اللي انا حطيته ده انا خدت فيه تخزواقت بمعنى صح ماهي تخزواقت عشان انا مpor çalط işare الاستيكر القديم و unacceptable وutz diker الجديد فلا تلاسوع من النار فاللي حابب يقومي كده ما يحطش على الاستيكر القديم يشل القديم ويحط الجديد انا عشان كده انا بقولكه يعني ان تخزواقتي فيه ليه نفسيا بنفسيا باتواس